موسيقى مرحب الآن من المملكة العربية السعودية الأميرة هند بنت عبد الرحمان آل سعود السفيرة الدولية للمسؤولية المجتمعية فلتتفضل لتلقي كلمتها فضلي مع علي الأميرة هند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السيدات والسادة الحضور الكريم بداية أود أن أعرف عن شكري وعمتناني لمشاركتكم للعام الخامس في هذا الحدث الإقليمي العام والذي يعد من أهم المبادرات الخليجية والعربية المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي لقد تسارعت جهود المملكة العربية السعودية إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وذلك عبر تأسيس الصناديق السيادية والهيئات للابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مثل منشآت وسدايا والحيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والعديد من برامج مسرعات وحاضنات الأعمال وجمعيات النفع العام التي تتماشى مع الخطة التنموية للمملكة لعام 2030 وفي ذات السياق ركز المؤتمر في هذا العام على التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنا وكذلك رفع المؤشرات التنافسية العالمية حيث ينعكس الاهتمام بريادة الأعمال والابتكار إيجابا على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي ويساهم في خلق فرص العمل جديدة وزيادة الانتاجية وتعزيز استراتيجيات الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وتحسين الجودة وتخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية واتخاذ القرارات التكية بالإضافة إلى توفير حلول تكنولوجية مبتكرة وتحسين العمليات كما يوضح تقرير منظمة العمل الدولية أن أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك يوضح تقرير منظمة التعاون وتنمية الاقتصادية أن الشركات تساهم في 60% من إجمال القيمة المضافة في البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وترى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن ينشئ أكثر من 12 مليون وظيفة في قطاع التكنولوجيا والابتكار بحلول عام 2025 كذلك يساهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 20% وقطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة بحلول عام 2030 السيدات والسادة الحضور الكريم في نهاية كلمتي أود أن أعبر عن شكري الخاص للدكتورة هنادي مباركي رئيسة المؤتمر والقائمين على تنظيم فعالياته والجهود المبذولة آملين أن يكون هذا الجهد وما يسفر عنه من أبحاث ورؤى وأرى إضافة متميزة في التوجه المنشود لتطوير اقتصادنا الخليجي والعربي وإثراء شبكات التعاون والتواصل بيننا وبين العالم لما فيه مصلحة الجميل خالص تحياتي للحضور الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته